موسيقى عزيزان ومشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج لقائن خاص نستضيف اليوم الأستاذ علي الأحمدي الناطق باسم مجلس مقاومة محافظة عدن أستاذ علي أهلاً وسهلاً بك أستاذ علي لو بدأنا من حيث انتهى بالأمس كان هناك قرار جمهوري قضى بتعيين محافظة جديدة لعدن وكذلك عدد من إجراءة عديل وزاري برأيك هل الإجراء في الوقت المناسب بالشخص المناسب أم أنه ترحيل فقط لأزمة بداية أشكركم في قناة بلقيس على هذه الاستضافة ونتمنى أن تكون حلقة مميزة وطيبة بالنسبة للقرارات التي صدرت البارح بخصوص تغيير محافظ عدن وتغيير عدد من الوزراء لا شك أن التغيير في هذه المرحلة مهم وحساس كون هناك توقف لعجلة التنمية في عدن نتيجة عدد من المشاكل التي أحاطت بالمحافظة وبالأصل أن أي عملية تغيير تكون سنة وأمر مطلوب خاصة إذا وصلت الأمور إلى نوع من التوقف المحافظة السابق المناظر عيد الروس الزبيدي استلم زمام المحافظة في ظروف سيئة جدا ظروف أمنية يعني اغتيار المحافظة الذي سبقه وعدم وجود سيطرة للسلطة المحلية على المحافظة استطاع خلال فترة عصيبة جدا أن يعيد المحافظة نوعا من التوازن في الجانب وجود وحضور السلطة المحلية لكن واجهت الأخ المحافظة السابق طبعا بعض المصاعب والعقبات الآن الشرعية قررت حلال شخص آخر ونقله إلى مكان آخر وهذا سنة طبيعية ومر على محافظة عدن خلال سنتين قرابة أربعة محافظين وهذا أمر يعني ربما يكون لا إن شاء الله دافع للتغيير في المحافظة إذا توافق الجميع وتعاون الجميع وتكاتفوا بإذن الله سيكون لهذا القرار وغيره من القرارات يعني الآن هل المشكلة في المحافظة لأن الاتيام بمحافظة جديدة قريب من الشرعية هل سيحل المشكلة؟ نحن لا نقول أن المشكلة في المحافظة في شخص المحافظة إنما نقول الطبيعة التي كانت تدار بها الأمور ربما نقول وصلت إلى حدها الذي يتطلب التغيير ربما مع مجيء المحافظة الجديد هناك إدارة أخرى هناك طريقة أخرى بحكم خبرته في المجال الإداري والاقتصادي قد يكون لها دور أكبر وقد يكون للأخ المحافظة السابق الخبرة الموجودة لديه في مجال آخر كنا في الحقيقة نتمنى أن يكون إن كان من تغيير يكون نقله إلى جانب عسكري لكن للقياة الشرعية رؤيتها ونظرتها في هذا الأمر أستاذ هناك من يرى أن المشكلة في عدن هي تتعلق بعدم التواهم بين الأداء الحكومي وبين السلطة المحلية هناك فجوة كبيرة جدا هناك أيضا أكثر من مزاج يحكم هذه العملية في الشارع كيف يمكن أن تحدث موائمة خاصة أن المواطنة ما زالت متكررة في عدن المشاكل الأزلية مشكلة المرتبات مشكلة المياه مشكلة القهربة مشكلة يعني وهل مجرم من هذه المشاكل كيف يمكن أن يتم حل هذه المشاكل في المرحلة المقبلة شوف أخي الكريم بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها محافظة عدن المسؤولية عليها هي مسؤولية مشتركة تكون مناطة أولا بالرئاسة وبالحكومة وبالسلطة المحلية ولا غناء أيضا عن دعم وحضور التحارف العربي في الفترة الماضية توقفت عدة جوانب خدمية لم يمكن تحريكها الآن ربما الإدارة الجديدة في محافظة عدن يكون عندها انسجام أكثر مع باقي الأطراف في المعادلة في داخل مدينة عدن وقد يكون لهذا الانسجام أثر أكثر وأفضل في التغيير أستاذ عليك هناك إشكالية تعلق بعدم وجود الحكومة يعني عدن عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية الحكومة لم تعد بشكل كامل حتى إن عادت لم يحدث أن افتتحت مباني للوزارات مقرات للمؤسسات لم يتم تفعيل الجزء الأمنية جهاز أمن القومي جهاز أمن السياسي وبالتالي ما حدث أن من كان يأخذ العباء الأكبر من المواطنين هي السلطة المحلية وبالتالي أليس من الأولى أن يكون هناك تخصيص مساحة أكبر من الجهد الحكومي لمحافظة عدن؟ يعني هذا الشيء ربما يكون بدهي وهو قد سبق أن نادينا به منذ أكثر من سنة وثمانة أشهر أي منذ تحرير مدينة عدن أنه لابد من عودة الحكومة ولا حل إلا بأن تقوم وتبنى مؤسسات الدولة بشكل منضبط الذي حصل في عدن أنه لم تبنى مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب نعم عادت السلطة المحلية بعض الإدارات عادت لكن حقيقة الأمر كان هناك نوع من الجزر المتباعدة يعني هناك قوات أمنية هناك ألوية هناك منطقة عسكرية رابعة يعني الإنسيام والترابط لم يكن موجود بالشكل المطلوب الذي نسعى إليه ونطال به منذ اللحظة الأولى أن تكون الأجهزة الأمنية بجميع تشكيلاتها تابعة لقيادة واحدة اتفقنا اختلفنا حول شخص معينة ليست هذه القضية قدر ما هي أن نرى تراتبية يعني واضحة مسؤولية يعني نعرف أين نلقي بالمسؤولية على من طبعا لم يعد خافي أن هناك مشاكل أمنية كثيرة في مدينة عدن يعني لا ندري من المسؤول عنها يعني عندما يبلغ الأمر إلى مثلا إدارة الأمن يقول في إدارة الأمن أنه ليس لنا علم لا ندري وزارة الداخلية من وزير الداخلية ومكتب الداخلية كذلك هذه المشكلة يعني استشرفناها منذ البداية من بداية بعد تحرير مدينة عدن ولا نزال فيها الآن مثل هذه المشكلة يجب أن تزول بتوحيد الأجهزة الأمنية القضاء على أي تشكيلات خارج إطار الدولة يعني هذا أمر بدهي ولا يمكن أن يتحقق أي استقرار سواء للحكومة التي نطال بعودتها أو للتنمية أستاذ علي قبل أن نذهب للاستقرار ما حدث في عدم بالأمس من القرارات ربما كان هناك إلى حد ما أطراف رحبت بها لكن هناك أطراف في التحالف هاجمت هذا القرار هناك وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات هاجم نائب منذير الأمن ضاحي خلفان هاجم هذه القرارات ووصلنا هجوم على الرئيس هذه وبالتالي ألا يضعف هذا دولة للحكومة والرئيس هذه والتحالف أيضا ويفتح الباب لخلافات جانبية نحن في غناءنا في حقيقة الأمر أنا ذكرت لك أربع منظومات يعني رئاسة وحكومة وسلطة محلية وتحالف هذه الأربع أطراف في مدينة عدن يجب أن يكون الانسجام بينها بدرجة كبيرة هو وضوح الفكرة بشكل أكبر والإخوة في التحالف قدموا جهود مشكورة وكانوا إلى جنبنا بل أمامنا في المعركة في مدينة عدن لكن نحن نوجه الكلام إلى الحكومة أنه لا بد أن تكون حاضرة ويكون قرارها هو القرار الواضح دون ذلك لن تبنى دولة وسنبقى في تجاذبات الدولة هي وعودة الدولة هو الحل والمخرج الآمن لجميع اليمنيين ولجميع الأطراف اليمنية والجنوبية التي قد يكون لها مشاريع أو لها أفكار أو لها تطلعات لا يمكن أن تأتي هذه التطلعات إلا بعودة الدولة والإنصياع بقيادة واحدة وهي قيادة شرعية وتراتبية وظيفية واضحة للعين أستاذ العجيب أن هناك من يقول أن هناك من قبل الوظيفة العامة تحت راية الجمهورية اليمني ومع ذلك ما زال يعمل لأجندات أخرى لاحظنا خلال الفترة الماضية مسؤولين حكوميين يرفعون شعارات أو علام الحراكة الجنوبي داخل مؤسسة الحكومية كيف يمكن الموائمة بين المطالب الشعبية والأداء الحكومي هؤلاء اليوم أصبحوا جزء من حكومة الجمهورية اليمني أليس من الأولى أن يلتزموا بما تمليه عليهم الوظيفة العامة الحقيقة أخي الكريم هناك واقع في الجنوب خصوصا في مدينة عدن بالأخص وبعد هذه الحرب الظالمة على مدينة عدن بأكثر نريد أن نعيش هذا الوضع كما هو لا ينبغي أن نركز على بعض المسائل التي ربما يكون المسؤول محرج أما المسؤول هو أقسم على دستور الجمهورية اليمنية وأمام رئيس الجمهورية اليمنية وهو يعرف أنه بقبوله بهذا المنصب هو في هذا الإطار ونحن نعود ونؤكد ويعني عبر قناتكم قناة بلقيس يعني أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة أنه لا في ظل هذا الوضع الحالي الذي يعيشه اليمن بشكل عام وضل هذا الوضع الدولي والأقليمي الذي تشرف عليه عدة دول دولية وأقليمية وتشارك فيه لا يمكن أن نجد حل لجميع المشاكل بما فيها القضية الجنوبية إلا عبر استعادة الدولة الدولة اليمنية الجمهورية اليمنية ومن خلال هذه الجمهورية اليمنية ومن خلال الدولة وأجزة الدولة يمكن الوصول إلى حل لجميع المشاكل وأهمها القضية الجنوبية ونحن لدينا مخرجات لحوار صنعاء وأيضا مخرجات حوار الرياض فيه نصوص مؤكدة على ما يمكن أن يعيد القضية الجنوبية اعتبارها وحقوقها إذا ما توقفنا عند هذه النقطة قليلا ربما بعد صدور قرار إقالة المحافظة السابق وتأي محافظة تعالت الأصوات بضرورة العودة إلى الشارع وكأن القضية الجنوبية كانت مختزلة في محافظة عدن ومن ثم قالت محافظة عدن معناها أن القضية الجنوبية ستنفلت عقالها وأن حتى الآن بدأت النغمات التي تقول أن هذه هي حركة إقصاء وأن هذه هي ليست قرارات الرئيس هذه من قرارات حزب الإصلاح كما يقال هل فعلا حزب الإصلاح بهذه القوة بحيث أنه هو يدير الخطوط الخفية في محافظة عدن وفي غيرها من المناطق يعني بداية أن نؤكد أنه من حق أي طرف أو أي جهة أن ترفض قرار أو تسير مظاهرات هذا يعني أمر من حق أي شخص يعني لكن نؤكد نحن أن هناك مظلومية بواضحة العيان أقر بها الجميع حصلت فد الجنوب ونحن فقط يعني نطلب من الإخوة يعني الذين قد تسوئهم مثل هذه المظاهرات أو المطالب أو المطالب بالانفصال أو غيره يعني يتفهموا الواقع الجنوبي كما هو بحيث لا يعني يشكلوا يعني استفزاز للطرف الآخر نحن نرى مع الأسف الشديد تراشقات إعلامية من الطرفين نرى تأليفا للأخبار نرى ترويج للشماتة هنا وهناك وهناك هذا أمر يعني مع الأسف يدل على مشكلة لدى جميع الأطراف اليمنية بالنسبة للقرار قبل به المحافظة عيدروس واتصل وهناك المحافظة الجديد وهذا الظن بالأخ المناظر عيدروس دبيدي الذي يعني كان انخرط في النظال منذ فترة مبكرة وصدر بحق حكم إعدام من نظام المخلوع على عبدالله صالح وعندما جاء الحوثي بيجحافله تصدى للمقاومة في محافظة الضالع وكان له دور كبير هناك وهو لم ينخرط في المقاومة إلا وهو يعرف أنه في إطار الشرعية وهو يؤكد على هذا في عدة خطابات فما حصل هو قد يكون تعبير من بعض الذين يريدون بقاء المحافظة مثلا أستاذ هل هذا القرار مثلا علاقة أو برفض قرارات سابقة مثلا كان هناك مشكلة مطار عدن ومحاولة نائب مدير مطار عدن ومع ذلك رفض قرار الإقارة التي يصدره رئيسادي هناك من يقول أنه كان يستقب بالجانب الإماراتي بينما عيد الروس لم يكن يستقب بالجانب الإماراتي وبالتالي استمت إزاحته بسهولة وهو تم إجباره على قبل القرار غير صحيح هذا الأمر أنا أؤكد أن ما جرى في المطار أو ما قد يجري من اعتراضات هنا أو هناك هي ناتجة عن ربما عدم الحضور القوي لأجزة الدولة فقط يعني إذا كان الآن محافظة عدن لو كان هناك حكومة تقف خلفه وتلبي له جميع مطالبها لو كان هناك وزارة الدفاع أو وزارة داخلية لديها كل المقومات لأن تدفع رواتب الجنود وتوفر الميزانية التشغيلية لأقسام الشراط والقوات كل هذه الأمور ستختفي هي فقط مظاهر من مظاهر التأخر في عودة أجزة الدولة في مصلحة من تأخر بناء أجزة الدولة بالذات المؤسسات المحسوبة على القطاع العسكري والأمني تحديداً أخي الكريم هي المسألة يعني لا يمكن أن يكون هناك أحد أحرص من اليمنيين على عودة أجزة الدولة قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه بإمكانه أن يستقوي بجهة أو بداعم أو من هنا أو من هناك ويظن أنه يمكن أن يقيم أجزة الدولة أجزة الدولة لا يمكن أن تقوم إلا وفق أسس معروفة وواضحة مدام هناك شرعية لرئيس وشرعية لحكومة لا تقوم إلا عبرها من يستفيد نحن أي بلد مثل اليمن في هذا الوضع الذي تعيشه أكيد ستفتح الأبواب على مصرعيها لتدخلات ولمغرضين ولجماعات إرهابية ولإستخبارات دولية معادية وإلى آخره فلذلك من مصلحتها تأخير عودة الدولة نحن نقول أن من مصلحة اليمنيين ومصلحة دول التحالف ومصلحة من يقف إلى جانب اليمن في هذه الحرب هو أن تعود الدولة بشكل قوي وأن يكون للرئيس حضوره ودوره الريادي وأن يكون للحكومة أيضا ميزانية تستطيع أن تعمل من خلالها لأنه على الأسف الشديد كلما نلوم وزير من الوزراء أو أحد من أي المسؤولين يعني يرد أنه لا ميزانية لديهم فحكومة بلا ميزانية ورئيس بلا أجهزة قوية تحته يعني هذا يقود إلى دولة ضعيفة متضعبعة قد يؤدي إلى انهيار الدولة لا قدر الله وهذا ليس في صالح لا اليمنين ولا حلفانا في التحالف ولا لدول العالمة أيضا يعني هناك استغراب كبير عن عدم دعم التحالف بشكل واضح وأكيد لسلطة الرئيس هادي لأن يعود إلى عدن لأن يستغر لأن تعود المؤسسات إلى عدن لماذا مثل هذا لا يدعم هذا التوجه لاحظنا أن هناك توجه آخر مثلا هناك حضر موت لديها توجه آخر هناك قصة أخرى في عدن فشلت جميع الأساليب أو جميع النماذج هل هناك يعني فعلا من لا يريد أن تنجح أي تجربة داخل عدم نحن بالنسبة للرئيس دعم من التحالف دعم لا محدود كما نعرف يعني وفي زيارة الأولى كان الأخوة الإماراتيين يعني قاموا بتأمين الحراسة والحماية للطيس في القصر ثم المسألة فيها بطء نحن الآن لا نقول هي المسألة فيها بطء وهذا البطء يعني قد يستغلوا الطرف المقابل يعني نحن نقول أنه ينبغي التسريع فقط أما الأخوة في التحالف سواء المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات جهودهم مشكورة حتى في الحماية الرئاسية للرئيس تم تدريبهم في دولة الإمارات خاصة قيادات الألوية ويعني تم الدعم أيضا بأسلحة وغير ذلك يعني نحن فقط نطالب بالإسراع لأن التأخير ليس في صالح أحد ولا أظن أن أي دولة من دول التحالف يعني تقبل أن تنهار سلطة الرئيس أو يضعف وجود الرئيس لأن هذا بالمقابل يقود إلى إنهاء الشرعية يعني في حال المساس بشرعية الرئيس عبد الرمو منصورة هذه هذا يفتح المجال لشرعيات أخرى تكون في صفة الإنقلابين طب أستاذ هناك يعني عدن ليس المشكلة كما يقال تتعلق بالكادر هناك أجهزة أمنية كبيرة هناك الحزام الأمني هناك ألوية الحماية الرئاسية هناك وحدة تابعة لوزارة الداخلية لكن جميعها تعمل وفق أجندات مختلفة أليس من الأولى أن يتم الضغط باتجاه إعادة بناء هذه المؤسسة بحيث أنها تكون هي الضامن والنواة للحفاظ على الاستقرار داخل محافظة عدن وبالتالي التمهيد لعودة الرئيس والحكومة بشكل نهائي بالنسبة للجانب الأمني هذا جانب مهم وتكلمنا فيه كثيرا منذ البداية والأمر واضح جدا أنه لا يمكن أن نجد أمن ولا يمكن أن تقوم دولة ولا يمكن أن تقوم حكومة إلا ببناء مؤسسات أمنية واضحة كان هناك توجه منذ البداية لمسألة مكافحة الإرهاب لا شك أن مكافحة الإرهاب هي أولوية من أولوياتنا وأولويات أي دولة لكن لا يمكن أن تكافح الإرهاب عبر استخدام قوات قد نقول عليها ميليشيا وإن كنا نحن لا نقبل أن نوصف كمقاومة بالميليشيا لكن أنت عندما تستخدم أناس غير مدربين دون وجود بحث جنائي واستخبارات وقوات خاصة بمكافحة الإرهاب المدربة وعمل استخباراتي قوي ويكون تحت غرفة عمليات واحدة لن يكون العمل مثمرا ومجديا بالشكل المطلوب أولا يجب بناء هذه المؤسسات وتكون تحت قيادة واحدة وفي نفس الوقت يكون توجه لمكافحة الأمة أما التركيز على جانب وإهمال الأصل والأساس هذا لن يقود إلى نجاح الأجهزة الأمنية التي أنشأت ربما هي داخل الدولة أو على هامش الدولة لكنها تقوم بانتهاك أصلي لحقوق المواطنين نلاحظ أن هناك مئات المعتقلين خارج طار القانون هناك مخفيين هناك حملات مداهمات لا توجد نيابات لا توجد محاكم كيف ينفهم أن تكون هذه الأجهزة الأمنية أصلا وجدت من أجل تعزيز الأمن وليس من أجل إرهاب المواطنين هنا ليست بهذه الصورة الأمور نحن نقول أولا رغم السوء الذي حصل في هذه العملية من تعدي على بعض الأبرياء والمعتقلين لكن في الجملة الوضع الأمني في عدن قد تحسن ولكن نحن نطالب بالأولويات والأولوية هي بناء أجزة الدولة وقد يكون هناك أولوية لقوى أخرى لكن نحن نتكلم كيمنيين نحن كيمنيين وأولويتنا بناء الدولة بناء الأجهزة ويأتي مكافحة الإرهاب والتعاون في مكافحة الإرهاب مع كل دول العالم يعني شيء أساسي لا محيد عنه لكن عبر الدولة ويكون البوابة لهذا التعاون مع المجتمع الدولي ومع كل دول الأقليم عبر بوابة الدولة أي عبر الشرعية الرئيس عبد الرامن صور هادي وزير الداخلية رئيس جهاز الأمن القومي الأمن السياسي مكافحة الإرهاب إلى آخرهم من الأجهزة نطالب تنظيم هذا الأمر إذا تنظم هذا الأمر ستحل مشاكل هؤلاء التي تحدث عنهم وهي فعلا الأمر فاقة يعني ولم يعد يمكن أن نقول أنه أمر حالات فردية أو هناك معتقلون نعم ولا يمكن حل مشكلتهم إلا بعودة أجهزة أخرى كالجانب القضائي والنيابات وغيرها للبت في قضايا هؤلاء نعم أستاذ عريب سنناقش لكن بعد فاصل قصير مجلس المقاومة في عدن أين ذهب ولماذا تم إنهاء دوره رغم أن هناك أطراف أخرى أو جهات أخرى قريبة من المقاومة أو كانت في المقاومة وما زالت حاضرة في المشهد السياسي أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعدها لاستكمال الحوار مع الأستاذ علي ناطق باسم مجلس المقاومة في عدن المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول المنصة لأن بالقيس صوت اليمني أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نعود استكمال الحوار مع الأستاذ علي الأحمد يمناطق باسم مجلس المقاومة في عدن أستاذ علي ربما بعد تحرير محافظة عدن أعلنتم عن حل مجلس المقاومة في عدن والانضواء ضمن قوات الجيش الوطني أو عدد من قائد المقاومة ربما خرجوا من عدن وبالتالي ما هي أسباب حل هذا المجلس وهل أيضا كان انتهت مهمته بتحرير عدن أم أنه كان يفترض أن يظل أحد أو يتحول إلى مكون سياسي على الأقل في الحقيقة طبعا هذا اليوم يصادف ذكرى شهار مجلس المقاومة في عدن وكان للمجلس في تلك الأيام دور ليس فقط في الجبهات وتثبيت الجبهات وحل مشاكلها ودعمها إنما كان أيضا هناك له دور خدمي وأمني داخل مدينة عدن نحن بعد تحرير مدينة عدن بمرور تقريبا ثلاثة أشهر أو تقريبا أو أربعة أشهر على تحرير مدينة عدن رأينا أن الأوان آنى لأن تعود الدولة بكل أجهزتها وأن تلغى كافة التكوينات سواء مجالس مقاومة في عدن في المحافظات الأخرى ويتم الإنضاء تحت الدولة طبعا طالبنا بحل مشاكل المقاومين واستيعابهم في الأجهزة الأمنية بالفعل هناك ألوية بالكامل وجه رئيس الجمهورية بعد أن التقنا في الرياض وعرضنا عليه جميع المشاكل وتم استيعاب آلاف من شباب المقاومة في أجهزة الجيش نعم هناك بعض القصور انتاب هذه العملية وكثير من ربما لم يوفقوا للاستيعاب داخل هذه الأجهزة لكن بالجملة حصل استيعاب لعدد كبير من هذه الأجهزة رأينا أن الجانب المجلس المقاومة هو مكون من مختلف الأطياف في الإطار العدني والجنوبي فرأينا أن تحولنا إلى مكون سياسي ربما ليس بالخيار الأنسب كل شخص يمكن أن يعود إلى مكون الذي ينتمي إليه فدعما لعودة أجهزة الدولة والحكومة بشكل واضح كان هذا القرار وكنا نأمل أن يكون العودة بشكل أسرع الإشكالية كما ذكرت لك هو البطء سواء من جانب الحكومة هذا ربما من أوجه القصور لدى الحكومة والرئاسة أن هناك بطء نوعا ما في بعض الأمور والقرارات والتحالف أيضا ربما بعض الجوانب أيضا يحتاج لها ربما مجرآت أو إلى آخره أدى إلى تأخير بعض الأمور لكن الأمور بدأت تستقر وإن شاء الله لن نحتاج إلى أي مكونات أو مجلس السيد علي بعد أن قمتم بحل المجلس تم اغتيال عدد كبير من قادة المقاومة وتصفيتهم ومع ذلك لم يقدم أي طرف للمحاكمة رغم أن هناك تصريحات من الأجزاء الأمنية أنهم تم ألقوا القبض على عدد من من نفذوا هذه الأغتيالات هل يصح أن تسجل هذه الحالات ضد مجهولة؟ في الحقيقة هذا يمكن أن نضمها إلى ما ذكرناه سابقا أن دعم وتقوية موساد الدولة يقودنا إلى حل جميع المشاكل الآن مثل هذه الأمور لا تدري من هو الجهة التي يمكن أن تسائل عنها لا يوجد قضاء لا تجد محكمة أحيل إليها أو نيابة حالة المتهمين فهناك أمور طبعا لا تسقط بالتقادم والدلائل معروفة ومثبتة ستأتي لا بد هناك إعلان أكثر من تصريح من قبل مدير أمن المحافظة سعدا أنه ألقينا القبض على عدد من المنفذة الاغتيالات من فيهم من اغتالوا الراوي ومن اغتالوا المحافظة السابق جعفر محمد صعيد وبالتالي كيف يمكن أن لا يقدم هؤلاء ولا أن يعرفهم الناس؟ يعني أحيانا ربما تكون هناك ملابسات معينة أو ربما تكون تصريحات غير دقيقة في بعض الأحيان ربما أمسكوا بخيوط ربما ليس الجناه أنفسهم وربما عملية لا تزال في التحري الله أعلم لكن لا شك أن أي مثل هذه المستمسكات سواء تصريحات أو غيرها لا بد أن تكون هناك جهة تسائل هذه الجهات يعني نحن الآن هناك مشكلة أعتقد أنها تعاني منها البلاد خاصة في هذه السنة الأخيرة أنه لا توجد أي جهة رقابية يعني الآن مثلا نسمع عن عوائد في المحافظات كل المحافظات المحررة نسمع مثلا عن صفقات هنا أو هناك لا توجد جهة تسائل هؤلاء المسؤولين سواء السلطات المحلية أو الوزراء يعني حتى الآن الوزراء وهذه قضية أنا أتمنى أن تجد آذان صاغية من قبل رئيس الجمهورية أن تشكل لجنة أو جهة لمراقبة ما يجري الآن صفقات ووزارات وأمور من يراقبها من يسائلها حتى تعينات خارج الكفاءة التعينات مشكلة هذه في الحقيقة يعني لا ندري ما هو المعيار في جانب التعينات لكن أنا أتكلم عن فساد يعني ربما ظروف الحروب والاضطرابات هذه تفتح المجال للفاسدين فمن المعيب أن تكون هناك جبهات قائمة ورجال يعني تسكب دماءها ويتصبى بعرقها في مختلف الجبهات وأسر عانت في مدينة عدن وباقي وتعز وكل المدن اليمنية من اليتم والترمل والجرحة وغير ذلك وفي نفس الوقت أن نرى أن هناك فساد يجري وصفقات وأمور ولا نجد جهة تستطيع أن توقف هذا الأمر أستاذ علي في ما يتعلق بالفساد الوزارة الخارجية السعودية قبل يومين تحدثت أنها خصصت أكثر من ثمانية مليار ريال مساعدات لليمنيين على شكل دعم للحكومة مرتبات وما إلى ذلك بمقدار ثمانية مليار دولار ومع ذلك نرى يعني أو نسمعه جعجعتا ونرى طحينا عموما التصاريح تصريحات هذه أي كان يعني مصدرها يعني تحتاج إلى عناية وتدقيق فيها وما المقصود بهذا الكلام هناك بعض المثلا نسمع عن المساعدات التي اعتمدت لليمن عبر بعض المنظمات الدولية وأنها بلغت قرابة المليار يعني يظن الناس أن الحكومة اليمينية ستستلم المليار هذا غير صحيح هي عبر المنظمات الدولية تذهب كثير منها في يعني تسمى مصاريف إدارية وجزء الذي يبقى يذهب إلى عبر مساعدات عينية نحن نحتاج لكن نريد جهة يعني رقابية جهة تستطيع أن تكون هي الفيصل في مثل هذه الأمور أما أن تترك الأمور هكذا هذا يعني شيء غير إذا ما عدنا للموضع السابق بالنسبة لمجلس مقاومة في عدن كيف أصبحت عدن مدينة مغلقة في وجه عدد كبير من قيادات المجلس غير مرغوب تواجدهم في محافظة عدن ما هي الأسباب بمن فيهم وزراء في الحكومة مدينة عدن ليست مغلقة في وجه أحد بإمكان أي حد أن يعود نعم هناك ظروف في مدينة عدن قد تحول دون عودة البعض يعني لا يزال الوضع الأمني نعم تحسن لكنه ليس وضع أمني مستقل أستاذ علي عدد كبير من وزراء الحكومة لكن على سبيل المثال وزير الشباب الرياضة نايف البكري تم اشتراط أن لا يعود عدن ومع ذلك واستمر لتواجده حتى اللحظة في ما بين مأرب والرياض وهو محافظ سابق لعدن وعد من يقول أنهم بدلوا جهدا كبيرا أثناء عمل التحليم الأستاذ نايف البكري استطيع العودة في أي وقت إلى مدينة عدن لا يتوجد هناك مواطن يمني أن يتم منعه ويستطيع في أي لحظة أن يعود إلى مدينة عدن ليس دقيق هذا الكلام لكن نتكلم عن الوضع أنه قد يكون يعني ليس هناك هدوء أمني هناك تحسن أمني في مدينة عدن هذا اللي حصل لكن لو يجد استقرار أستاذ علي هل نستطيع أن نقول بشكل واضح أن هناك موقف من قيادات الوحسوب على الإصلاح من قبل أحد أطراف التحرف وهذا معلن يعني لا يستطيع إنكاره هو معلم حتى في وسائل الإعلام تلك الدولة أنها موقفة واضح من الإصلاح والإخوان لاحظنا قبل فترة هاشتاغ في أحد القنوات المولة أن الإصلاح هو عدوة تنمية الإصلاح هو الشيطان وهو إلى آخر والله من حق أي دولة أن ترى ما يناسبها وما يزعجها هذا ليس شأننا نحن الأهم أن نستوعب المرحلة يعني نحن في اليمن وبالأخص في الجنوب أنا أتكلم أن عيشنا مراحل سابقة كان سبب العذابات التي مر بها أبناء الجنوب من استقلال الجنوب من ساعة وستين وليس إلى الوحدة إلى الآن هو الإقصاء الذي حصل واستعانة الطرف بقوى داعمة وإقصاء للآخرين نحن نقول أن الجنوب جنوب للجميع لا يمكن أن يكون هناك جنوب بدون الاشتراكي بدون الإصلاح بدون السلفيين بدون أي مكون آخر يعني من يظن أنه يمكن أن يلغي مكون بكل وجوده هذا يعني واهم وإن اعتقد هذا الاعتقاد فهو إنما يستجر الماضي ويعيد الجنوب لنفس الصراعات ولنفس الدوامات هناك مسألة يجب أن نفهمها كجنوبيين أنا أوجه هذه الرسالة عبر قناة بلقيس أن نعم قد تكون هناك مشكلة لدى بعض إخواننا في الشمال لا يفهم القضية الجنوبية لكن المشكلة الأكبر إن كان الجنوبيون أنفسهم لا يفهمون القضية قضيتنا ليست مجرد أن نستعيد حدود أو نستعيد سيادة قدر ما نكون أن نستعيد ذواتنا ونستعيد أنفسنا الجنوب كان جنوب متصالح في فترات سابقة قبل الاستقلال كانت توجد عندنا تعددية توجد لدينا يعني تنوع يوجد لدينا مكونات اجتماعية ومكونات اقتصادية ومكونات سياسية حصل في فترة من فترات أن بقينا في لون واحد وهذا اللون الواحد وهذا الإقصال الذي حصل والانفراد أدى إلى دوامات من العنف 78 و86 وأدى إلى الذهاب إلى وحدة يعني شوهاء عرجاء ذهب طرف سياسي ليوقعها دون الرجوع إلى باقي الأطراف السياسية ثم حصلت حرب 94 ثم حصلت قيام الحراك ثم إلى آخر هذه الأمور إن لم نستفق وندرك أنه لا يمكن أن يقوم الجنوب بدون أن نقبل ببعضنا البعض بشكل كم مع أي اختلافنا إلى الغاية هذا مع الوحدة الاندماجية كما هي هذا مع الانفصال كما هو الحكم بين الجميع هو الحق الشعب أن يختار ما يناسبه إذا أدركنا هذا لا يهمنا أخي الكريم ما هو رأي الدولة الفلانية أو رأي العالم الفلاني هذا شأن يخصهم ومن حقهم أن يوجهوا سياسيا تجاه أي وإعلامهم تجاه أي شيء لكن في الأخير هناك الجميع يعملون داخل الليمان وبالتالي باعتقد أن الخطاب يجب أن يكون أكثر حصافة بأتبار أن هناك هم في مهمة لمساندة الليمانيين وليس مهمة ذات أبعاد خاصة نحن نتكلم أن الآن ما جرى في عدن الحقيقة نحن وأنا تكلمت في قناة الجزيرة أيام المعارك والوضع سيء جدا قلت أن أبناء عدن لم يخرجوا للدفاع فقط عن مدينة عدن بل خرجوا للدفاع عن أواصم عربية يعني هم كأنهم يقاتلون عن الرياض وعن أبوظبي وعن الدوح فهذه الحرب التي دخلناها وهذه المعاناة وهذا الدمار وهذا الذي حصل من تدمير للبنية التحتية في مدينة عدن كان بالإمكان مثلا أن نسلم للمعتدين وربما نكفى شر لكن هذا عدوان غاشم سيقود العدن واليمن بشكل عام ودول الجوار إلى وضع إذن نحن لا نحارب عن نفسنا نحارب عن الجن فيجب على كل أخواننا وشقائنا أن يدركوا هذا الأمر وأن المسألة مسألة مصيرية لا مساومة فيها طيب أستاذ علي ما يحدث في تعز ربما لماذا ما الذي ينقص المقاومة في تعز؟ لماذا لم تستفيد تعز من المقاومة في عدن؟ هل المشكلة في التنظيم؟ هل المشكلة في فتح علاقات مع دول التحالف؟ أم ما هي المشكلة بالضبط؟ بالنسبة لتعز هي ليست بدعا من القول يعني في المشهد اليمني الآن هناك أيضا بيحان هناك مكيراج سأذهب هناك كل هذه الجبهات هي بنفس السيناريو أنا في الحقيقة أرى أن القضية هي قدر ما تكون قضية سياسية بالدرجة الأولى يعني من قبل بعض الدول أو الأطراف الدولية التي تحابي الانقلابيين مع الأسف الشديد الأمر بأت واضحا هناك محابهة هناك مدارة لا يريدون مثلا أو يضعون خطوط حمراء أو يمنعوا أمور هذه هي المشكلة الأساسية ليست المشكلة في الشرعية وليست المشكلة في دول التحالف دول التحالف جادة في المعركة وقدموا أبناءهم في عدة جبهات وقدموا من الأموال ما قدموا والشرعية موقفها واضح لا يمكن مساومة عليه في رغبتها في تحرير تعز وباقي المناطق إنما أرى أن المسألة المعقدة فيها تعقيدات دولية وسياسية ربما تحول بين الإسراع في هذه المسألة لكن يبدو ونتوقع إن شاء الله أن الأمور تتجه نحو حسم وإن شاء الله لأن يراهن بعض الأطراف الدولية أن الحوثيين والمخلوع يمكن أن يقودوا أو يقبلوا بحل سياسي هذه الفكرة باختصار هذا الذي تدفع به الممتحدة ومنذوبها وكذلك حتى روسيا وإيران وغيرهم فرض الأمر الواقع وأعتقد أن الحوثي بإمكانه أن يركن للحل السياسي وهو لم يوافق على الحل السياسي وكان في صناعة وقد وصل إلى صناعة ووقع اتفاق السلم الشراكة ودخل قصر الرئاسة وبالتالي لكن المشكلة ربما الكبرى أنه لا يتوجد إدارة واضحة للأزمة ذات كفاءة تستطيع إقناع العالم بمثل هذه السلوكيات نعود للمشكلة الإدارة مرة أخرى هناك نعم قصور في بعض الجوانب خصوصا في الجانب الخارجي لكن بشكل عام الحكومة تقوم بدور كبير وفي عدة تقارير رفعات لمنظمة حقوق الإنسان وأيضا الجهد الذي يبلده بالماسيين في الأمم المتحدة والسفارة في أمريكا ومن دوبنا الدائم في الأمم المتحدة كل هؤلاء قدموا جهد مشكور ورفعوا تقارير والأمور واضحة إن أراد العالم الغربي أن يتعامل بمصداقية مع هذه المسألة الأمور واضحة جدا والمسألة تدخل إيراني صريح في اليمن ليس من صالح دول العالم ولا دول القليم ولا اليمنيين أن يسمح بهذا المرور بالتدخل الإيراني والتغول وسيطرتها على منفذين بحريين مهمين مضيق هرمز ومضيق باب المندب لذلك يجب أن يعوه هذه المسألة وأن يوقف هذا الأمر إذا ذهبنا إلى شبه ربما معظم الحوضة الجنوبية تخلصت من الحوثيين باستثناء شبه هناك تشبث كبير ما هو سر استماتة الحوثيين في هذه المحافظة محافظة شبه طبعا وخصوصا مديريات بيحان التي هي تعتبر همزة وصل بين شرق اليمن وبين وسط اليمن وشماله كون بيحان هناك عقبة لا تصل إلى البيضاء وأيضا هناك طريق مأرب أيضا هناك ربما عسكريا أيضا موقع مهم استراتيجي للانقلابيين لذلك استماتوا وهناك ألوية بأكملها في هذه المنطقة بيحان أبناء شبه نهضوا وتحركوا والمقاومة قامت بجهود كبيرة والألوية الجيش الموجودة وإضافة للواء المساند من مارب اللواء 21 اللواء 26 واللواء 19 واللواء 21 ثلاثة ألوية الموجودة في بيحان في يومين لو تذكرون معي سقط أكثر من 48 شهيد من أبناء المقاومة في بيحان من مختلف مناطق شبه ومن محافظات أخرى أيضا من أبناء اليمن الذين يقاتلون لصف المقاومة في شبه المقاومة في بيحان تقدم ملاحم من الصمود والصبع إلى الآن ومؤخرا أحرزوا تقدم وانتصارات رغم شحة الإمكانيات وقلة الدعم لكن الآن قيادة الأغلب قادة المقاومة في بيحان تواجدوا في الرياض للقابة الشرعية واللقابة التحالف وحسم هذا الموضوع أنه لابد من تحرير بيحان وإن شاء الله نسمع أمور مباشرة نلتقيت بالقايد المقاومة في بيحان الأخ صالح الأقصم الحارثي واللواء مفرح بحيب نلتقينا بهم ويبشرون إن شاء الله أن هناك وعود وخطط إن شاء الله لتحرير بيحان قريبا طيب أستاذ كانت بدأت هناك تحركات باتجاه صعداء ونهم وغيرها مناطق توقفت هذه التحركات أليس من الأولى يعني قبل الذهاب إلى أي مطقة أخرى أن يتم الضغط على الحسين فيما عقل المخاصة أن الطريق سالكة ومفتوحة لا شك أن لو تكلمنا عن أي دعم لليمن يقدم أي مساعدات يعني ليست شيء أمام دعم اليمنيين في التخلص من هذا الانقلاب لأن هذا الانقلاب هو الشر وهو البلاء يعني هناك حصلت في البوقع في عدد من المنافذ فتح جبهات في تلك المناطق لكن يعني الحوثي وعوان المخلوع يعني عزز وجودهم هناك وصارت جبهات شرسة يسقط منهم مئات من القتلة يعني أنا التقيت بقايد اللواء في البقع الشيخ بسام المحضار وحدثني عن تكبد للانقلابين خسائر فادحة جدا في الأرواح في تلك المناطق لا شك أننا وإن طالت أيها الأخوة الأخوة المشاهدين يسمعون أن مهما طال أمد الحرب فالانقلابين يخسرون وكل يوم يضعفون ويتكبدون لكثير من الخسائر نطالب ونكرر على الشرعية والتحالف أن لا يقف دعم الجبهات وهذا ما هو حاصل الآن إن شاء الله ونسمع عن تحركات أستاذ هناك مشاكل في الجبهات تتعلق أيضا هناك سمعنا أخذ التنماضية عن حجم أهول منفساد تجنيد وهمية أسماء وهمية ومرتبات أيضا بالإضافة إلى أن مرتبات لا تصل الجنود لأربعة شروع أكثر كيف يمكن أن ينتصر الشرعية وتنتصر الجيش وهو يتعامل مع الجنود بهذه الطريقة لا شك أن هذا في الحقيقة من أشد الملفات إلى من أن يصمد الناس خمسة أشهر وستة أشهر بدون رواتب وأسارهم تنتظر من يعوله وهم متفرقون في الجبهات مختلف الجبهات هذا أمر هو من أشد الأمور شغالا للحكومة وأنا توصلت مع بعض الأخوة الوزراء ونواب الوزراء حول نواب رئيس المجلسي الوزراء بالأمس كنا نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا وهي قضية القضايا لا بد على الحكومة أن توجد مصادر تمويل لحد الآن الحكومة بدون مصدر تمويل واضح للميزانية لا بد من إيجاد حل الجهد حثيثة من قبل الرئاسة والحكومة وإن شاء الله نصل إلى حل هذه المشكلة يعني هناك إمكانية واضحة ربما كان هناك حديث عن إعادة تفعيل إنتاج النفط لكن توقف هناك أكثر من 2 مليون برميل في إحدى السفن في بحر العرب يفترض أن تصدر لكن تم توقف هذا العمل هل هناك من يعمل من داخل الشرعية ضد الشرعية وهذا السؤال هو الأسؤال الأخير هو هذا الأمر أخير يعني يفترض أن نوجه إلى الحكومة لنفهم منهم لأننا نحن الآن متابعون يعني لكن أنا لا أتوقع أن هناك من يعني يسر أن يطول أمد هذا الحرب بهذا الشكل المسألة باتت مسألة حساسة أنا التقيت بعدد من أفراد المقاومة قادة المقاومة في عدة مناطق يقولون إن لم يعني يتم إيجاد حل هذه القضية طبعا عندنا قضيتين يعني قضية المقاومة وقضية المبتعة هذه قضية أخرى هناك لهم 6 أشهر في دول يعني بدون أي معونات هناك حتى الجرحة أستاذ هناك جرحة في عدد كبير من الدول مرميين بدون هذه القضايا هي لم يوجد يعني الآن أنت تبتعث أبناء اليمن إلى دول ولا تدفع رسوم الدراسة وهم هددين بالطرد وأسرهم وغيرهم هذه القضايا كلها من أهم القضايا أمام الحكومة إن لم يتم حل حالة مثل هذه الأمور وإيجاد دعم أو تمويل لهذه القضايا الأساسية الشائكة وأهمها قضية أن قد نصبر على أي شيء والجرحة قد يصبرون حقيقة إن لم يتم دعم الجبهات وتعزيزها والدفع دفعة قوية لحسم المعركة فستنتظرنا سيناريوهات خطيرة وصعبة أشكرك على استعادة صدرك واستعابك لأسئلتنا الكثيرة والمواضيع كثيرة وشيقة ومتشابكة وربما لا تسعنا في هذه العجالة الناقشة جميعا سعدت والله بهذه الطلالة عبر قناة بلقيس واللقاء بكم ونتمنى أن نكون أفدناكم في هذه الحلقة عزيزان المشاهدين في ختم هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ علي الأحمدي الناطق باسم المجلس مقاومة محاوظة عدن والشكر ووصول لجميع متابعينا ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة